مرحبا بكم في النشاء الجوية على قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر تفقى رجواء هكدام غيمة وتقيلة على معدم المناطق الشمالية مع نسبة رطوبة مرتفعة بالسواحل ورعود تبقى تخص أقصى الجنوب الجزائري شوفوا أكثر تفاصيل نبدأ بصورة القمر الإسطناعي تضحنا في الصورة انتشار بعض الرعود على الجنوب الغربي أقصى الجنوب الجزائري حتى بالأوراس الريح رح يكون شوية قوي على المناطق الداخلية الشرقية والأوراس حتى بشمال صحراء يؤدي إلى التطاير للرمال محليا سرعة الرعوم المدفوط 30 على باقي ولاية بلادنا إذن مشاهدين فيما يخص الحال مع صباح ومع الفجر رح يسبع الحال مغيم وتقيل على السواحل الغربية وكذلك الوسطى سحب سفلة مرفوقة بطباب خفيف بالسواحل الشرقية عموما تسبح لجوء من صفية إلى مغشات جزئيا على المناطق الداخلية وكذلك الجنوبية للوطن درجات الحرارة لحين سجلوا إن شاء الله مع صباح ومع الفجر سجلوا في حدود 30 درجة بعين صالح 32 بأدرار واتم يمون تميوي نوردكان سجلوا حوالي 28 درجة بولاية تندوف مقاييس ما بين 19 إلى 22 درجة بالسواحل الوطنية 24 درجة على الغوض 20 درجة بولاية تيزيوزو كذلك البويرا وعين بالسام وفي حدود 18 درجة بكل من البيض وشلفوا غليزان فيما يخص مشاهدينا معالش إن شاء الله رح يزيد تغيم الحالة على سواحل الشرقية للوطن تكون دائما الأجواء غائمة وشبه رعدية وتقيلة على سواحل الغربية وكذلك الوسطى رعود مرتقبة على المناطق الداخلية كذلك الهطاب العليا وحتى الأوراس وكذلك بأقصى الجنوب الجزائري نحو الهوكار وكذلك بولاية بشار وتندوف على الجنوب الغربي هذه السحب الرادية احتمال أنها تمد بعض القطارات من الأمطار عموما تبقى الأجواء من صفية إلى مغشات جزئيا على معظم المناطق الداخلية وكذلك الجنوبية مع تطير محلي للربال درجات الحرارة لا رح ينسجوا إن شاء الله رح تلحق بإذن الله إلى حوالي 43 درجة بإعين صالح 44 درجة أعلى مقياس بأدرار تيميمون تيميوين ورقان 40 درجة نسجوا بكل من إيريزي جانت دب داب وعين من ناس 33 درجة بالعاصمة 40 درجة كأعلى مقياس بالولاية الشمالية رح نسجلوها بولاية سلغوات 36 درجة بالمسيلة 37 درجة بقلمة والسوق هراس وفي حدود 32 درجة على البيض نعمة غيلي زانش لف سيد بلعباس وتيسمسيل فيما يخص مشاهدين البحر على السواحل الغربية رح يكون قليل الإتراب بما على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية البحر سيكون من جميل إلى قليل الإتراب الريح ستكون من غربية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية والوسطى ومختلفة الاتجاهات بالسواحل الشرقية درجة حرارة المياه تترحم بـ 24 إلى 26 درجة مئوية على كامل الشرق الساحلي الرؤية عموما دائما تبقى متوسطى بالسواحل الوطنية علواء الأموات جميفوتش المترة بكامل الشرق الساحلي كما عودناكم مشاهدين نرحوا اليوم إلى ولاية من ولاية بلدنا نرحوا إلى الشرق الجزائري ولاية سقهراز الولاية ستشهد بعض الرعود احتمال أنها تكون فيها تساقط لبعض الأمطار فيما يخص درجة الحرارة تتحقها حوالي 37 درجة مئوية نسبة الرطوبة فيها ممكن أنها تتحق حتى 35 بالمئة والرياح عموما متفوش 35 كم في الساعة نختم بالغروب شروق والغروب للعاصمة وبعض من ولايات الوطن شروق بالعاصمة رح يكون على 6 و 22 دقيقة والغروب للعاصمة رح يكون على 7 و 9 دقائق مشاهدة طيبة في أمان الله